السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غدا ان شاء الله وقفة عرفة كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال هسيبك بكرة يعني تتعبد وتاخد وقتك وبلاش شطرنج كتير حلقة واحدة بس هتنزل في المسا نتكلم فيها عن النهايات العملية والسلسلة هتكون للمنتسبين بس دايما أول حلقة من السلسلة بتكون للجميع وبعد كده الباقي بيكون للمنتسبين ودي استكمال لمية نهاية شطرنجية في غاية الأهمية النهايات النظرية بتبقى النهاية من آخرها مالك وبيدق وصد مالك النهايات العملية اللي احنا هنذاكرها دي من أول ما يبقى فيه ست بيادق وخمس بيادق ومالك ومالك وهكذا الموبايل مش صايلة معامل ودي حاجة تزعل جدا نهاردة عندنا ثلاث مباريات لليفي روزمان اللي بيحاول يكون جي ام جراند ماستر أعلى لقب ممكن تاخده في الشطرنج الطرق التقليدية للحصول على جي ام قبل ما يبدأ في المباريات انك تخش ثلاث بطولات كل بطولة تعمل فيها معدل أداء 2600 والبطولة تكون تسع جوالات وتلت عدد اللاعبين بتوعها جراند ماسترز تلت اللاعبين جراند ماسترز تعمل معدل أداء 2600 فما فوق تاخد حاجة اسمها نورم ثلاثة نورم من ثلاث مسابقات مبروك عليك بايت جي ام دي الطريقة التقليدية الطرق الغير تقليدية انك تكسب مثلا مسابقة قرية واخد بالك زي بطولة العرب اللي جي ام أحمد الخطيب أخد فيها اللقب بتاع الجي ام وهكذا طيب ليفي روزمان هيلعب في الجولة رقم خمسة بالأبيض ودي حلويات هذه الحلقة بعد كده فيه الطبق الرئيسي فتة عشان احنا ندخلين على عيد الكبير والاضحية وكده فلازم يكون فيه فتة والحلقة المباراة الاخيرة حلويات بس اللي هي ايه معجنات يعني فيه فيه رزب لبن ومهلبية مش الحلويات اللي هي لا 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 خالص لايك لازيز واشترك في القناة ويلا بينا على المقبلات الجو حرر كده ليه ماشي بدا وزير من ليفي روزمان ويقابل جي ام واحد من الثلاث جي امات المشاركين في هذه البطولة واسموه ليليا ستانلي مارتينيز داني اسم طويل وعريض هو تقريبا بيطلعو له بطاقة ليفي روزمان مايلعبش اللندن لكنه يلعب ترومبوسكي اتاك فكرة الترومبوسكي اني ناوي اعود لك البيادة وديك امتياز الفلين ومن بدري اعمل امبالنس عشان تمدي ايدك وتلعب الترومبوسكي لابد ان تكون ذاكرة كتاب الترومبوسكي كله اه يعني موضوع مش سهل يقول ليفي روزمان ان عم مارتينيز عمره ملعب دي فايف عمره ملعب الاشكال المتماثلة بيدقيا عايز تلعب الترومبوسكي ادي له في الفحصان دي اول نقلع الداتابيز هليني اكمل شوية خلاص حرمك من انك تعوي جيل بيادة معقول نايت دي تو اي سيكس بيشيب دي ثري ضرب الوسط حمينا الوسط بقى كأنه بيلعب اللندن لكن الفيل على الجي فايف هل في فرق فرق كبير الحقيقة بعد كوين بي سيكس هات البيدق روك بي وان حميت البيدق اي فايف متاحة مش ممكن كانت تكون متاحة والفيل هنا لان دي هاكل بيدق ببلاش اي فايف متاحة الانجين بعد نايت اي تو بيشيب اي سافن مدي الشكل خلينا نكمل كمان تبييد تبييد مدي الشكل اتنين من عشرة للابيض ويقول ناكا مورا ايوا صح زي ما انا قلت لسود بخير الوسط بتاعه ممتاز فيله بيلعب فيله تفتح له بعد اي فايف اللي جات لسود معاتش عنده اي مشاكل يعني معركة الافتتاح الابيض معرفش يعمل مشاكل للاسود هل قولنا حاجة غلط؟ مش عيب ليفي روزمن في الفيديو بتاعه انا سمعت الله سمعت التحليل بتاعنا كمورا للجولة دي بيقول هنا الاسود معندوش معندوش مشاكل ايه جدا عن احنا هي هبت منك ولا انا كمورا؟ جريانا كمورا ازاي يعني معندوش مشاكل؟ انا دلوقتي انا مش عارف هو قل ايه هو معندوش حاجة فعلا بس بيقول لو دفع دي هامشي وباضرب الوسط بF3 ولو دفع دي هامشي واضرب الحتة دي بB3 ساهم عندو انت فيه يا عم فبدأ صوته يعلى واخد بالك بعد ما بدأ بقى يحس ان هو هياخد النورم الاولانية بدأ صوته يعلى يقل اللي ادبه عالكبار فاهم؟ يعني الاخلاق ما عادتش زي زمان اما نشوف اما اللي اخد جيد ما اعمل فينا ايه؟ اوكي لقى بA3 روك E8 B4 C4 سحب الفيل سؤالي هذا الفيل وبعدين اكل بستموف وقالك لو كان مشي لو كنت انا مشيت يعني بالابيض وقام هو دفع البيض للاسف مقدر شدرب الوسط بF3 عشان عندو نايت G4 ويبص على الانجين ويقول فعلا حساباتي فعلا مزبوطة واضح ان انا فعلا جي ام ووه طيب خلاص ماشي اوكي بس ده اللي هو قاله فعلا قال لي معقول فعلا نايت G5 يعني زي ما انا قلت وانا فجره ماشي ماشي نجامت جدا اوكي ولذلك هو فعلا اكل في الفحصان اكل وبعدين لعب E4 بصراحة E4 دي نقلة قوية ضرب الوسط في المعاد المناسب وقال انا معي خمسين دقيقة الخصم معه ساعة واثناشر دقيقة انا عايز العب نقلة تخليه يحسب شوية وكاتش معاه فضربت الوسط والان محتاج يحسب بيدق في بيدق وبيدق في بيدق والاشكال الناتجة بعد هذه الاكلات فكر صاحبنا فولا شيء وبعد كده اكل مباشرة وبعدين اخد وقته جدا اخد اتناشر دقيقة في نتش هذا البيدق الان اكله نايت اي فايف بعد البيادق ثلاثة على ثلاثة ثلاثة على ثلاثة ما فيش اي امبالنس في عدد البيادق لكن في امبالنس في الهيكل البيدقي نايت اي فور هات الفيل والان بيشيبت جي فور الاسود احسن وربط الحصان اللي عامل شقاوة هنا ويقول لفي روزمان انا مش مبسوط انا لو كانت هنا هياكل هنا طالب الروخ والان مقدرش اتحرك لان الوزير مطلوب فلازم ياكل وبعدين بعد ما ياكل لازم امشي فيمشي عادي والبيدق دا دايما مشكلة لان انا اجبالي كنت اكل او اخسر فرق لو همشي ومش هاكل فالبيدق دا دايما مشكلة في معظم التفريعات اعمل ايه مقدرش هاكل طب العب اف ما ينفعش عشان البن يقول الانجن العب هنا اتش ثري واذا اكل ريحك انت كمان اكلت وخلاص مفيش حاجة تقلق يعني ممكن يجيب القطعة الاخيرة في المباراة وانت تلعب بش باي فور تسخف والامور يعني ماشية اما اذا صمم بعد اتش ثري على الربطة هترجع كده تكسر الربطة وانت احسن بكتير لازم يعمل كده والان الفيل تحت القصف لازم يلعب نايت ها هنا ويخسر بيدق كامل بعدين يبقى يهرب بالفيل هنا او هنا لكن ليفي روزمان يقول جملة مهمة جدا في الشطران يقول لما بتشوف نقلة وتحس ان انت بدأت تخسر ده بيأثر جدا على نفسيتك فتعمل نقلة اسوأ منها وده بالضبط اللي هو عمله روك اي وان روك اي وان نقلة سيئة لكن عقابها غير بشري كيف تعاقب هذه النقلة طبعا الخصم لعب هذه النقلة بدأ ادم اما الاقاب غير بشري اطلاقا يعني زي ما ناكامورا بيقولك كده نقلة 3500 نقلة ستوك فشية هي دي اجي في وش الفيل السفاح واسيب الفيل بتاعي تماما مقابل اني اكل هنا مهددا حصان بكش واخد الوزير حتى لو سبتني ومشيت انا بكسب فرق يعني هات الوزير وهات الحاجات لو اكلت بتاخد مات في واحد طيب معلش لو انا لعبت كوين جي سيكس وفتحنا تعالى كده هات الوزير كده في اي اي اف فايف ونفس التهديدات تاكل ااكل بنفس الدبل اوكي لكن الجي ام مستر مارتينيز لعب نايت دي 3 عادي لعب بيشب تيكس تون تيكس ضحى فرقا لان هذا الحصان يحمل F2 وبعدين استرجع الفرق بتاعه بمنتهى الهدوء يعني نتش البيدأ اللي هنا مقابل البيدأ اللي راح عالدي 3 من شوية اكل هنا جميلة لو كنت اكلت هنا اعتقد أعتقد مش فرق كبير أعتقد بشبها هنا ولم تشيش شغال برضو لكنه أكل هنا والآن كوين F2 وبدأ يفكر في دفع هذا البيضق السالك روك E8 هات الحصان يستخبى الحصان في الجي 1 وقف وش البيضق السالك يدفع البيضق بشب على الوتر الطويل عاوز يرجع ويرائب مربع الترقية كوينت A4 عاوز يدفع وينزل يديله كش قاتلة عاد الوزير إلى الوراء لحماية المشاكل D7 والآن نقلة مهمة جدا كانت تتلعب ما تلعبشتي إيه هي النقلة كوين C6 لو اديتني الكش باكل بتاكل باكل صاحبنا لقب نفس الفكرة بالظبط جا كده مشكلة هنا أني لما بدي الكش أنا مقدرش أكل بس أنا مرائب مربع الترقية كويس مفيش حاجة لا فيه فيه حاجة اسمها النقطة العامية أو البلايند سبوت أنت مفكر أن القصة كلها هنا وانت سقطت البيضق ده هات الحاجات قال له مفيش مشكلة طبعا لو أكلت هديلك كش واخد الرخ فأفل السكة هات البيضق لا هات البيضق أو هات البيضق التاني يعني نازل ضغط عامل مشاكل دفي على البيدق خلينا أسأل سؤال ما هو التهديد الحقيقي في هذا الشكل يعني بيهدد إيه فعلا أعتقد بيهدد يمكن ما هو التهديد آه فعلا بيهدد أوكي شكرا نستوك في الش يعني فيش تهديد وضع حيضحي ولا بتاع دفي على البيدق والآن نايت أف ثري فعلا مشكلة الدفع البيدقية دي الانجين بيقول يلعب كينج جي سيكس أو كينج جي ايت إن البادئ تسبت توباد إضعفات يعني ممكن تتاكل تعالى نكسر لا مش هعملك أنا بيدق سالك يعني ما عملك بيدق سالك إلا وكسرت هات البيدق لا كشي كمان فتم التكسير معايا بيدق زيادة كامل في سبعة والرخ ميتة نايت دي تو عايز أعمل كده لو تسمحولي يعني عادي حتى لو أكل وده اللي حصل الانجين بيقولي عبروك اي وان بس تفوق خمسة خلاص حتى لو أكل وده اللي حصل بدفع البيدق تدفع أكل البيدق تطلع كده أكل البيدق تاكل البيدق ده تعالى نكسر يعني كل وانا رأي لا مش هعمل كده طب أحمل بدقي أرجع أجيب وزير ينسحب طبعا كان عنده يأكل طبعا أعتقد الأكل هنا بتكسب تفوق تمانية لكن دي أقل بالشكل إلى نهايات بيادق مكسوبة وانسحبه هنا لأنك إجباري تاكل قدي الكشي تمشي أكل واطلع بالمالك بتاعي على البيدق دي وانت رايح تاكل دول أكون أنا قرمشت دول عايز تدفع يعني عايز تمنعني قال يعني بخش كده بتخش يعني هيقعوا هيقعوا والبيدق دي تسلوك ويفوز لفي روزمان في الجولة رقم خمسة في الجولة رقم ستة سيلعب بالأسود وسيلعب الكاروكان وأنا مهتم جدا بمباريات ليفي روزمان بالأسود لأنه بيلعب الكاروكان حلو جدا التحضيرات بتاعته ممتازة من فضلكم أنت الآن في حضرة الفتة يعني واخب بالك بيدأملك الطبق الرئيسي سيلاعب سوارز أعتقد بتتنطق كده أدريان سوارز وسيستخدم سوارز تفريع التقديم يترى أي تفريعة الحصان في الفيل اللي هي بيسموها شورت وليا تال وليا وليا فيه كمان نايت سي ثري أعتقد بيسموها شيروف على ما أنا فاكر المهم نايت أف ثري إي سيكس سي ثري نايت دي سابن بيشب إي تو ديسيز شورت يعني باي ترانس بيزيشن ممكن تعمل كده أعمل كده تعمل كده عادي نوصل لنفس الشكل نايت دي سابن بيحضر لسي فايف يا ترى الله أعلم بيشب إي تو اي فايف الأولى على الإنجين وخلي بالك أن اي فايف ملعوبة على الداتابيز مرة واحدة لكنها الأولى على الإنجين إذن صاحبنا ما زال في تحضيره لو أنت حاولت تمنع هذا الزحف البيدقي بهذا الشكل أنا هضرب الوسط بأف سي والآن عاوز بيدق في بيدق تاكل بالحصان آكل تاكل بالبيدق وهذا بيدق ضعيف يمكن الضغط عليه من خلال كده وكده والحاجات دي وكوين سي سابن وهكذا لكن سوارز ملعبش اي فور ولعب نايت بي دي تو والآن نحن لدينا مباراة جديدة حيث يكمل ليفي روزمن الدفع البيدقي ويقول خلاص أنا مش مضطر أضرب الوسط بأف سيكس في حاجة كمان عايزة وقابت مهمة جدا ان لو انت هنا لعبت اي فور سي فايف لبيد بقى مسيطر جامد على المربع ده جدا نايت اي ثري نايت بي فور بيشب بي فور فهسيطر جامد فهسيطر جامد فهسيطر جامد واضرب الوسط بالأف سيكس وضع مختلف تماما نايت بي دي تو الآن اي فور نايت اف وان نايت اي سابن نايت جي ثري بيشب جي سيكس ايتش فور هات الفيل لأ ايتش فايف حاضر والآن كيفية كده على الفيل عمل اللي عليه كله خلاني اخد واحد تمبو وبعدين اتنين كنت هاحبسه ففتحت نفس تاني تمبو ودفعت البدأ عليه تالي تمبو ورجعته كفية قوي عليه كده تعال بقى نكسر الفيل بتاعك اللي عمل دوشة ده والآن سيبني انا كمان اضرب الوسط انت نسيت ان انا واخد مساحة ولا ايه ايه ده المربع ده ضعيف الشكل يختلف تماما المربع ضعيف اه لكن ممكن اتحدى اي قطعة تيجي هنا من خلال روك اي فايف او كوين اي فايف على عكس لو كان مثبت البيدأ على ال اي فايف وحاطت بيدأ هنا على ال اي فور انت مش عارف تستغل هذا المربع نايت اي تو هنقض نلف حوالين بعض شوية يقول الانجن العبناء لا ينجي اف وان سواح الفل لاستكفش على الاخر لكن بيشب دي تو من يقدر يقولك لا وحشة مستحيل تعال انكسر ماشي كسر عادي لو انت عايز نايت بي سيكس تم التكسير والان نايت دي ثري بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ نايت سي فور بيشب دفع البيدأ هذه المساحة رائعة منعوا خلي بقى لك دا تهديد ودا تهديد في كذا تهديد هنا بي ثري امشي خليناك لو الكلت بيدأ في بيدأ دي سيئة جدا ان دلوقتي لازم تمشي كده برضو لو انت كلت تخسر بتسيب العمود والعمود بيعمل مشاكل جدير بالذكر انك لو رجعت كده مثلا يا الهي فصاحبنا سابة توتر زي ما هو ليفي روزمان ولقب نايت اي ثري مهددا بي فور لا اخدش بي فور ماشي هارجع تاني مكاني شكرا والان نايت ايج تو اي ثري هذه المباراة معقدة جدا على فكرة اي ثري نقلة جميلة بفضي مكان للرخ لزيادة الضغط على بيدأ البي فور الرخ تتحرك يمكن تستخدم هي كمان مربع البي ثري روك اي فور روك بي ثري بيشب اي سابن الحصان ويقول الانجن العب بيشب ها هنا واذا دفع عليك البيدق عد واضغط على الوتر الذي فتح بعد اف فور لكن لا في لم يفعل ذلك وانما لاعب جي سيكس بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ روك اي وان كينج اف سافن وبعدين حط البيدأ على ابيض وبين وبيناك هو ناوي يكمل لحد ما يحاول يعمل بيدأ سالك نايت سي 2 روك سي 8 الحصان يخترق الحصان ده لازم يتكسر لانه مزعق جدا والان روك بي 8 البيدأ كان مطلوب بيشب باك تي سي 3 جي 5 الرخين جوازوا هذا البيدأ تحت القصف لابد ان يحمى بهذا الشكل والان يقول الانجين لعب كينج ايج 2 او لعب اف 3 لكن كينج اف 1 لعبت والان يقول الانجين بيستموف ان تلعب بي 4 وعليها الفيل يعود ثم تأخذ هذه المساحة وتستكمل وتحاول تعمل بيدأ سالك لكن كينج جي 6 اللي وعيبت ما حدش يقدر يقول له يعني انها غلط او وحشة كينج اي 2 اخذ مساحة بيكمل فكرته اف 3 ما تلعبش ما تاخدش دي الملك يدخل والان الملك نفسه يعمل كده واحد اتنين احسن حاجة هنا انه يمنعه من انه يوصل لكنه لعب النقلة دي وده سمح باني اخد الفيل وبالتالي الطريق ممكن يكون متاح الان ايضا بي 4 لعبت وهي نقلة مهمة جدير بالذكر ان هذه النتشة ليست الافضل عشان في نايت تيجس قوية الافضل ايضا 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 بعد بيدق في بيدق حد يقول للانجين ان احنا لما بنخسر بيدق بنكله يعني لما بنكل حد بياكل بناكل عادي بس الانجين شايف النقلة دي وحشة الصحة كنت تلعب كده يا راجل اه اه صحة كنت تلعب كده ولما هو يفتح نفس علشان يجوز على البيدق دوا بتاخد انت العمود ولما يروح يضغط بتاخد العمود ولما يروح يضغط دي بلندر علشان بتديله كش ولما يمشي بتاكل البيدق ايوة يعني مش فاهم ما انت لو جبت نفس التفريع والملك هنا لما بتاخد البيدق بيديك كش وياخد الرخ اه حسب يا الله ونعمل وكيل ماشي يعني الاكلة وحشة اه الاكلة وحشة كان عنده هنا بقى كينجي اي 2 ولو انت تاخد العمود يعمل كده ولما انت تعمل كده يعمل كده ولما انت تديله كش يمشي ولما تاكل البيدق يا راجل ماشي شكريني عم ستوك فيش المهم كينجي اي 2 اصلا ما حد شايف الكلام ده كله ده خيال علمي كش افل السكة في وشه واصبح الان لفي روزمن مع تفوق قاتل يقول الانجين انه معاته فوق 3 يفوز لفي روزمن في هذا الشكل ليه؟ عنده بيدا سالك محتمل وخطير بالدفع البيدقي تاك والادفع تاني واضعاف واضح جدا يمكن الضغط عليه من خلال كده مثلا ومساحة اكل اكل بكيش مشي وهنا كان على مستر ليفي ان يلعب روك بي سافن محاولا صناعة هذا الاختراق لكنه نلاقي ب H3 واضاع التفوق تيكس تيكس كيش انا عايز اوديك بس حاجة تانية لو في هذا الشكل ما دفعتش H3 وعملت كده مثلا هو هيعمل ايه دلوقتي انت عندك فكرة واضحة وصريحة بانك عايز تطلع كده وتضغط على البيدق فهو محتاج يحمي البيدق وانت تكمل ضغط على البيدق وبعا كلعب روك بي 3 وانت تكمل دخول ما انتاش مستعجل انك تفرتك المسائل كده يعني ما انتاش مستعجل اطلاقا لكنه استعجل وفرتك المسائل بدري بدري الان كيش يرجع يتحرك الان في بلندر اتلعبك ما كانتش المفروض ابدا يسمح بهذه الدفعة البيدقية والان ليفي روزمان يستيقظ من الغيبوبة ويلعب بي 3 اذا اكلت الان انا هرقي لا يمكن ان تفعل ذلك لمنع المسائل بديكش ولما بترجع باكل البيدق ما عايز اعمل كده ورقي اوه خشت كده اديك مات في ستة الانجين بيقول ايشي بي 3 لعبت فعلا وقدروا كيش بقدر يديروا كشات بس قالوا مش مش مشكلة انا ههرب من الكشات بهذا الشكل في الاخر اكل ليه لان الكيش الاخيرة هسيبك وامشي فاكل اي تو روك دي 3 ليه لان فيه تهديد باني انتش البيدق ولما تاكل ارقي فلعب روك دي 3 الان نقلة تفوق خمسة ما تلعبتش انك تعمل كده عايز ايه عايز حصان في بيدق ياكل بالروخ تاكل ياكل تجيب وزير فمضطر مثلا يعني حتى لو اديتك كيش بسيبك وامشي عادي وما زال التهديد واضح لكن ليفي قرر انه يكسر بالعافية الآن لو انت كلت برأي مباشرة فعش تاكل كيش وهنا ليفي يلعبنا لا وحشة يلعب دي الصح كان يلعب دي علشان يعدي الروح تدي كيش وتحاول تنزل تمانية وتدعم البيداء السالك مثلا لو مش كده اجي كده هاتي البيداء تحميه خلص البيداء ده سيسقط كمان شوية وانا داخل كده وهوصل هوصل كينج سي سبن مثلا كينج افتو اصلا الملك مقطوع ما بيعديش كينج سي سيكس روك دي تو روك ايج فور واحدة من الافكار كينج جي تو كينج بي فايف اعتقد هيعمل كده يضغط على البيداء ويخش بالملك it's not easy بي ذا وي الموضوع ليس سهلا على الاطلاق الحصان يعود ضغطا على البيداء الروخ تعود حمل بيداء الاول ام صاحبنا حمل بيداء برضو الان كينج جي سيكس ويعرض نفسه لكشات متتالية ومتكررة ويتعدلة اعتقد ان ليفي روزمن اضاع التفوق هنا بهذه النقلة بتاعت كينج جي سبن لو كان لعب كينج اي ايت الان الحصان عليه ان يعود لمنع المسائل كيش مشي والان كينج دي سبن this would have been winning بس مش سهل وبين وبيناك ضغط الوقت معاه دي او شوية ضيعت فوق اربعة اهلا بيك في الرز بلبن والمهلبية احد مباريات الكاروكان الغريبة العجيبة من لافي روزمن ويلاعب خليو سواريس جوميز انترناشنال ماستر اسباني لو انت لسه معي لحد الوقت بشكرك من القلب قبل ما نبدأ هذه المباراة عايز اقولك ان ليفي روزمن وصل معدل اداءه 2620 حتى الان لو تعادل او كسب المباراة دي بدأ يضمن انه ياخد اول نورم لو خسر معدل اداءه هينزل وهنشوف سي سي سيكس برضو تفريع التقديم الان يستخدمون نايت اي تو نايت دي تو مش الشورت مانع عن سي فايف اليعني الا ان سي فايف بتتلعب عادي وبعد ما تاكل اكل بالفيل تاكل ادي لك كيش واخد الحصان بس هبقى خسرت امتياز الفيلين لكن لافي مخضر اي سيكس اولا لمنع اي كاشات سخيفة بعدين سي فايف ويرجع قطعته نايت دي فور هات الفيل اكمل انتشاره يا عم اخد الفيل عادي خلي بالك هذا الشكل يبدو على الانجين صفار بس ليس لابيض معه في لين برضو الوضع هذا الشكل واصل عادة بيز مرتين والمرتين انتهوا بالتعادل نايت دي فور نايت اي سفن بيشيب اي تو نفسي اطلع بالحصان بس خايف الفيل ييجي في وشي ويديقني خليني اسحب الفيل الوزير اولا اضغط على ال اي فايف يحمي البيدق بعدين اضغط على البيدق يبيت بعدين اكمل انتشار بيشيب اي ثري تبييد بيشيب باكتو افتو اكل اكل بالوزير والان بدأ ليفي روزمن يدور على اكتف بلاي اكتف كاونتر بلاي عاوز العب ضد الوسط او نشط قطع اف سيكس بيشيب جي فور هات البيدق اففايف اوكي الفيل عادة مكانه هات الوزير سبني في حالة عنكسر لا مش مكسر انا عايز اكسب انا عايز اعمل كده وادفع البيدق وهجم عليك مستغلا ان هذا الفيل سفاح بيشيب سي فايف هات الرخ الصبر جميل بيشيب دي سيكس بقى فيل سفاح لان تستخدم هذا المربع اطلاقا مش عايزه انا عايز اعمل كده وكده اوديك متات كوين باكت اي ثري يعني ماكلش الاكلة موجودة على فكرة لكنه عد بالوزير والان كوين تي جي سافن كوين تي جي ثري ايج سيكس انه كان بيهدد ياكل ايج سيكس روك افتو نايت دي ايت عايز يغلس على الفيل بيشيب افتري انا كمان عايز احلص من الفيل ده روك سي فور لو كالت هحط الرخ مكانها والان روك اي وان لم تكن الافضل وكان على ليفي ان يلعب بيشيب تيكس روك تيكس ثم نايتها هنا بتمبو على الفيل ويحاول يجوز ويستخدم المربع وحالته جيدة الا انه لعب نايت اف سيبن مباشرة والفيل اكل ليه يا ليفي مكلتش بالرخ الاكلة بالرخ كانت جيدة الا انه قرر يكل بالبيدأ ويجعل لنفسه بيدأ سالك مدعم ايج فور ليفي بيكسب بانه يعمل كده تاكل ويعمل كده ويجيب الرخ ويلعب اوكي لكن ده ما حصلش ولعب روك دي ايت الان بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ ثم بيدأ في بيدأ نايت تيكس كينج اف وان ليفي عليه ان يشعر بالخطر انت اللي عملت كده انت اللي قلت ان عايز افتح وعايز اعمل مشاكل فكرة روك سي فور انك كنت تاكل بالرخ لكن انت ما عملتش كده فالرخ بقى شكلها عجيب جدا على السي فور كان عليك الان ان تلعب كينج هنا بعيدا عن الربط والمشاكل الا انه لعب نايت باك هات لو سمحت الفيل نايت باك دي قفلت على الملك انه يهرب على المربع ده والمربع ده ممنوع عشان الفيل فبقى الملك مش مبسوط بعد النقلة دي اللي هو لو انا كلت ياكل بكيش امشي يعمل كده عايز اديني متات ايه ده ايه ده والله هتعمل كده اضغط عليك روك اتش فور عايز اعمل كده واخد قطعة روك سي سيكس راحت قطعة يا صباح الفل روك اي ثري قوية جدا انا هارجع مكاني وافتح نفس للملك يا عمي عدي واحد ده هيستناك حاسب وبتمبو بنوقف اتقلب من تفوق اتنين لتفوق اه اتنين للاسود لتفوق ستة للابيض مشي ربطوا قفل السكة ضغط على القطعة عايز ياكل 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 ويربطوا فلاقي بالنقلة الخبيثة دي بيقول له يعني بص انت شكلك عايز تربطني ولا ايه او يمكن كده بس ساعتها هاكل بكيش ما عندكش وقت تاكل لا 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 ما فيش الكلام ده صاحبنا مشي بنفس التهديد طعم كسر عشان خطري لا سمحني بعد ما اكل 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 ينسحب هتعمل اي حاجة هديك مات مات في تلتاشر اكباري بس انا باختصر عليك الطريق ليفي روزمن بعد هذه المباراة خلينا سريعا سريعا نبص كده على على تشيس ريزولت ونشوفوا بعد هذي الجولة وصل معدل اداءه كام اوكي يا جدع يا جدع ماتضيقناش ايوه ليفي روزمند اه اه الفين خمسمية تمانية وخمسين اعتقد بكرة الجولة الاخيرة لازم يكسب لازم يكسب سنعود وبقوة ان شاء الله في اول ايام عيد الاضحى المبارك بمسابقة في المساء ونشوف ليفي عمل ايه في الجولة الاخيرة وهنتبسط ان شاء الله في العيد سويا اتمنى تكون اتبسطت بهذا المحتوى يمكن الحلقة طويلة شوية ما تزعلشي اتمنى تكون اتبسطت ومزهقتش ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تقدم متفاجئة